يوسع الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية من عملياته العسكرية في مناطق متفرقة بمحافظة البيضاء سعيا لتطهيرها من سيطرة ميليشيا الحوثي تأتي هذه العمليات العسكرية بتنسيق متكاملا بين قيادة الألوية التابعة للجيش الوطني وقيادة المقاومة الشعبية في عدد من مديريات المحافظة هذه العمليات التي أعلن عنها منذ أبريل المنصرم أحدثت فرقا في سير المعركة بأكثر من جبهة والتي خسرت من خلالها الميليشيا مواقع كثيرة ومناطق عاشت تحت سيطرتها منذ بدء الحرب ووشقا للمعلومات الواردة من الميدان فقد أعلن الجيش الوطني تحرير منطقة حوران وقانية بشكل كلي من قبضة الميليشيا بعد معارك وصفتها مصادر عسكرية بالعنيفة وبحسب المصادر فإن الجيش بدأ عملياته في منطقة الوهبية بمديرة السوادية بمساندة من مقاتلة التحالف العربي التي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا في المقابل صد الجيش الوطني هجوما عنيفا شنته الميليشيا في منطقة الجسيمة ببلاد الجوف وشرق جبل نوفان الاستراتيجي بمديرة القرشية هذا الهجوم خلف قتل وجرح في صفف الميليشيا وتسبب بتدمير آلية عسكرية لها كل هذه التطورات المتسارعة حولت المحافظة إلى جحيم ملتهب ومعارك السنزاف جعلت الميليشيا تدفع فاتورة باهظة بعد أن خسرت قيادات ميدانية كبيرة ومقاتلين كثر منذ بدء العمليات العسكرية الأخيرة والتي تمكن من خلالها الجيش الوطني من تحرير مناطق عدة في المحافظة